حالة من التوتر والقلق المستمرة تسود العاصمة المؤقتة عدن مع انتشار للدبابات في شوارع مديرية صيرة وخور مكسر حيث قصر المعاشيق ومقر الحكومة مصادر محلية قالت إن هناك انتشار للدبابات في جولة العاقل بالقرب من اللواء الثالث حماية رئاسية كما نشر اللواء 39 مشاه دبابات في بوابة معسكر بدر بخور مكسر المصادر أشارت إلى أن حركة السير شبه معطلة بتزامن مع حالة التصعيد بين قوات الحزام الأمن المدعومة من الإمارات وألوية الحماية الرئاسية وفي إطار ردود الفعل الدولية على أحداث عدن أعرب المبعوث الأمم مارتين جريفث عن قلقه البالغ من التصعيد العسكري في العاصمة المؤقتة وقال في بيان له إنه قلق جدا من الخطابات الداعية إلى أعمال العنف ضد المؤسسات مشيرا إلى أن أي تصعيد للعنف يؤدي إلى المزيد من عدم الاستقرار والمعاناة ويزيد من الانقسامات السياسية والاجتماعية في المدينة المتحدث باسم التحالف ترك المالكين أكد في تصريح نشرته وكالة الأنباء السعودية أن القيادة المشتركة للتحالف تتابع بقلق تطور الأحداث في عدن داعيا كافة الأطراف والمكونات لتحكيم العقل وتغليب المصلحة الوطنية من جانبها دعت الدول الخمس الكبرى دائمة العضوية في مجلس الأمن الدول اليمنيين إلى ضبط النفس وإنهاء أعمال العنف فورا والانخراط في حوار بنا وأعرب ممثل كل من الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية في بيان نشرته السفارة الأمريكية لدى اليمن عن قلقهم البالغ حيال التصعيد الأخير في العاصمة المؤقتة عدن